اهلا جماعة مرحبا بالجميع مرحبا بكل من اختار أن يتابعنا في هذا المساء نرجو أن نكون طالعا خير على جميع ونحن فعلا لا نمتلك إلا هذا دعاء الذي من أجله نقول لكم قلوبنا معكم سنحاول قدر المستطاع أن نساعد البعض على أن يذكر لمن كان يعرف وأن نساعد البعض الذي لا يعرف بأن ينحو تداخله بعض هذه التصورات لعلها تساعده غدا في معالجة بعض المسائل أو بعض الأسئلة ليس درسا بالمعنى المتداول ولكننا سنقوم بتمرين أو بفرض قبل الفرض سنتدرب قبل أن نخوض هذه المعركة الإخيرة توجد بعض التمرين المنهجية بعض المهارات المنهجية التي يطالبنا بها يوم الامتحان وهو يوم الغد هذه المهارات المنهجية سنحاول أن نتدرب على البعض منها لعل في ذلك ما يصادفنا لننحة لأنفسنا توجها ومصارا نحصل من خلاله على عدد يشعرنا بالتوازل التمرين الأول يتعلق بالبحث في الدلالة السياقية لمفهوم الماء كيف يمكن أن نحدد دلالة سياقية لهذا المفهوم؟ من المهارات التي يتم الاشتغال عليها هي الدلالة السياقية لمفهوم الماء كيف يمكن أن نشتغل على هذه المهارة؟ ما المقصود بالدلالة السياقية؟ المقصود بالدلالة السياقية هو هذا سنحدد المهارة قبل إنجازها سنحدد المهارة قبل إنجازها الدلالة السياقية لمفهوم هذه قاعدة قد تساعدنا على فهم المطلوب والاشتغال عليها الدلالة السياقية لمفهوم يمكن أن نستعين فيها بهذا التصور حينما يعرض علينا الاشتغال على مفهوم فلسفي أولها يطالب المترشح بتعيين المعنى كما يتحقق داخل الإقرار ما المقصود بهذا؟ هو أطلب منك لتحدده لتعرف له مفهوم المفهوم هذا ما التنجمش تعرفه من خلال الدرس لأنه مش يكون إما إسقاط وإلا سرد دونك أنت مش تحفظ التصب تحفظ التصب ما تنجم بتاخذ عدد دونك الحل هو شنوه؟ كيفاش النجم؟ نعرف المفهوم أعطيني أدوات تساعدني على أني نعرف المفهومون أحصله على عدد أولاً يجبنا نتفق على حاجة وهو أنه وقت اللي تحب مش تعرف المفهوم ما يجبكش تخرج على المعنى كما يتحقق داخل الجملة اللي اعطاه لك المهمة الحقيقية هي هذه كيفاش النجم؟ نحدد المفهوم هذا داخل الجملة هذيك أو داخل الأقرار اللي اعطاهه هذا يرفع ملعدد ويخلي خدمتي أكثر توازناً أكثر جدية وأكثر تعبير على المهارة اللي أنا مطالب به هاو الأمر كيف يمكنه أن يتم؟ نعين المفهوم النجم نحدد الاشتغال على المعنى من خلال رصد العلاقات بين المفهوم الأساسي اللي هو عطيه لي النجم يكون يعطيني مفهوم السعادة مفهوم الأخلاق مفهوم الخير مفهوم الدولة مفهوم السيادة غيرها من المفاهيم رصد العلاقات بين المفهوم الأساسي وغيره من المفهيم الأخر وين هذي؟ داخل الإقرار يعني إذا كان هوني مش نحدد مفهوم الخصوصية الثقافية فالنجم نحدد الخصوصية الثقافية من جهة علاقة الخصوصية بالثقافة هوني ثم علاقة الخصوصية الثقافية بما صار فريد ثم علاقة الخصوصية الثقافية بالفضاء الثقافي ثم علاقة الخصوصية الثقافية بالمركب بها المعنى هذا أش مش يصير عندي مش يولي عندي مفهوم أساسي وعندي مجموعة من المفاهيم الأخرى التي يتم الاشتغال عليها داخل الإقراء ونكون هكا حددت المعنى من غير ما نخرج على الإقراء وهكا التزمت بما كان يعني ما نثماش طريقة أخرى ثم التنجم أنت تستبعد تصور شعر استبعاد تصور شعر شنو معناها استبعاد تصور شعر معناها تاخد فكرة شائعة وتقول لا رأوا المفهوم هذا لا يتحددوا باعتباره كذا وإنما يتحددوا وتعطيني المعنى كما يتحقق في هذا الإقراء نعطيك مثال ديما الخدمة متاعنا هي الآتية هنا الخصوصية الثقافية مش يشوفوها أنها ستنفتح على المغاير الثقافي لها في إطار نوع متى نوع الثقافي ما لا ما يرفضه ما يتحضه هذا التصور ما يستبعده هو أن الخصوصية الثقافية لا يمكن أن تنعزل بذاتها أو لا تنغلق على ذاتها وإنما من الضروري أن تنفتح على الثقافات الأخرى ثم ماشي حاجة أخرى النجم نخدم بها هذا ثم اللي هو التفكير الشخصي عندي مفهوم المفهوم ذاك نحاول في كل مرة أني ننطلق من المعنى كما يتحقق داخله ونحاول نفكر نعطيك مثال وقل يقول لي فضاء ثقافي هذا الفضاء الثقافي يجمع كل الثقافات ما للفضاء الثقافي هو ما سيوحد ولنا نحكي وهونية ما لعلى الثقافة الإنسانية وهذا تفكير المركب لا يتحدد من عنصر واحد وإنما يتحدد من عناصر متكثرة هذا أيضا تفكير بهذه الطريقة أشوالة عندي النجم أنا نستغل قدرتي على التفكير وتعميق التفكير في المطلوب نحو إنتاج دلالة تساعدنا على فهم المطلوب وعلى تحديده والاشتغال عليه بكل دق النجم أيضا نستعين ببعض أفكار الدرس وببعض المرجعيات الفلسفية مثل في هذا الإطار توظيف الأفكار الفلسفية والمرجعيات وحسن تطويعها ملاحظة لا يجب سرد هذه الأفكار وإنما انتقاء ما يلزم لازم أفكار صديقي مثل ما حد شيء اللازم في الفلسفة الحاجة الوحيدة اللازمة أنك تلتزم بالمطلوب وتشتغل عليه التنجم أحيانا تفكر بنفسك بشرط تفكر داخل السياق ويكون تفكيرك صحيح وتاخذ على العدد وتاخذ العدد المتحصل عليه وتاخذ عدد كامل ما لا القدرة الوحيدة المطلب الوحيد عند الاشتغال على المطلوب هو هذا أن تلتزم بالاشتغال على هذا التصور بحسبية ولا أو على هذه الدلالة بحسبية ما يطلب منك وبحسبية ما يقتضي ما يقتضي ذلك من خلال الاستعانة بهذه القواعد التي يمكن أن نستعملها في تحديد المطلوب لو نحاول مع أنتو أن نحدد المطلوب خصوصية ثقافية من كلمة جاية جاية من كلمة خاص جاية من كلمة شخصي الخاص والشخصي الفردي الذاتي وهذه كلها مفاهيم تم تناولها في القسم هذا الخاص هو خاص في إطار ما هو ثقافي ماذا نقصد بالثقافي الثقافي أو الثقافة هي المرجعة هي المصدر الذي يحدد سلوكات الأفراد يحدد نمط عيش الأفراد يحدد أسلوب حياة الأفراد هذا يفترض ذنباله أنه كل مجموعة عندها الثقافة خاصة به نعم صديقي كل مجموعة عندها الثقافة هويتها الخاصة التي تميزها وهذا كعليش اربط الخصوصية الثقافية بمفهوم فريد في معنى الفرادة هي فرادة تعلن عن تميز وهذا التميز هو ما يميز الثقافة عن غيرها من الثقافات الأخرى وما يميز هذه الثقافة فيجعلها طارى نفسها ثقافة فريدة لا ليست متماثلة مع غيرها هذه الثقافة المتميزة والتي تمثل المرجع والمصدر الذي يحدد نمط عيش الأفراد يتحقق ذلك إذن ضمن فضاء هذا الفضاء هو فضاء الثقافة الإنسانية ولكن هذه الثقافة الإنسانية تتكون من مجموعة من الثقافات من ثقافات المتلوعة لذلك قال عنها الإقرار أنها فضاء مركب المقصود بالثقافة المركبة هي هذه الثقافة الإنسانية التي تتلف من مجموعة من الخصوصيات الثقافية من مجموعة من الهويات الثقافية والتي يمكن أن تتعايش فيما بينها لو أردنا الآن أن نصوغ أن نصوغ إجابة عن هذا سؤال كيف يمكن أن نحدده يمكن القول بهذه الطريقة هكذا تتحدد الدلالة السياقية وهذه طريقة نجم نبدأ به لمفهوم الخصوصية الثقافية بوصفها مصدر ومرجع سلوكات الأفراد ونمط عيشهم ونمط عيشهم وأسلوب عياتهم وتكون ويكون لكل مجموعة ثقافتها التي تميزها عن غيرها ويجعلها متطابقة مع ذاتها يتحقق كل ذلك في إيطار ثقافة إنسانية إنسانية عفوا إنسانية متنوعة ومتكثرة ومركبة مما يسمح بثراء الثقافة الإنسانية وتحقيق التثقف هذا نوع من الإجابة التي يمكن أن نسجلها بالنسبة إلى هذا التمرين الأول لو نمر الآن إلى نوع آخر من التمرين نمشي التمرين آخر ترى هناك مهارة تقريبا قعدة جي في كل الامتحانات هذه المهارة تتعلق بالكشف عن مسلمة ضمنية شنو معناها مسلمة ضمنية نحدد وماذا نقصد بالمسلمة الضمنية المسلمة الضمنية هي الفكرة الخفية التي يجب إظهارها والكشف عنها أي شو معنى معنىها شنية لما قالوش في الإقال شنية لما قالوش في الإقال هو ما قال أي ثم حاجة ما قال هيش في الإقال شنو لما قالوش في الإقال شنو لا ما هيش شنية ها تبرع تيك مثال بسيط وتوتف كي قل لك تجيك أمك تقول لك تلها في روحك ثم حاجة قالتها أمك أما هي ما تقالتش اللي هو ترى عكس بلاي يوم مش تكتب هالك بالدرج تلها في روحك عكس روحك شكون الآخر جيب العكس معناها متاع روحك تولي الآخر مهك أولي بي اتلها في روحك هاي العكس متاحها ما والآخر بي طو اللي ما قالوش هوني اعكس تلها في روحك بي إن في حتى ترى شنين تجيب النقي هذا عندي الموقف جيب نقي الموقف معناها إتلها في الأخ نقي الموقف اتلها في الأخ امبعد نفي نقي الموقف يعني نقي الآخر نقي الموقف يولي إتلها في الأخ نفي النقيذة ما تتلهيش في اللخ ما لا تتلهي في روحك تولي ما تتلهيش في اللخ هذا لمقالته شموك لما قاله شموك ولكن وإن كان لم يصرح به ولكنه موجود داخل هذا القول هذا شو معناها مسلمة ضمنه يبدو لهذا لمر ولا واضح يجيك واحد يقول لك تلهي في روحك في معنى في معنى ما تتلهيش بغيرك ما تتلهيش بغيرك كيفاش وصلنا لها وصلنا لها قلبنا تلهي في روحك ولا تتلهي بالآخر انفينا تلهي بالآخر ولا ما تتلهيش بالآخر واضح هذا لو كانوا نطبقوه طوى فلسفيا كيفاش ممكن يعطيني نكتشفوا في الأخير أنه حتى اللغة الشعبية المتداولة بتاعنا تنطق فلسفة يعني الفلسفة مش جاية من السماية وتسكن هناك الفلسفة تعيش معنا في كل خطوة من الخطوات التي نعيش طوكي قللي ينشد الإنسان الكوني كأفق لتحقيق إنسانيته عكس الكوني شنو؟ باي عكس الكوني ما لقلت لي شنو؟ الخصوصي إذن الخصوصي ما ينجمش حقق كل ما هو إنساني يعني هذه نجم تكون إجابة هكا نجم عسو إجابة لا يحقق ما هو خصوصي كل ما هو إنساني نجمش نقول فكرة أخرى نجمش كما شنية لا يلم الخصوصي عفوا لا يلم الخصوصي بكل ما هو إنسان تماشي جابة أخرى الخصوصي يتعلق بما هو جزء ولا يمكنه أن يعبر عن الإنساني بما هو كل حتى هذه كل ومشترك حتى هذه نجم تكون إجابة واضح عكس الكوني هو الخصوصي أحب يقول لي هوني أن هذا الخصوصي لا يرقى إلى مرتبتي أن يعبر عما هو إنساني لأن ما هو إنساني متعدد ومتنوع وشرط التعرف عليه هو أن لا تكتفي الذات والهوية والثقافة بذاتها أن لا تنكفئ هذه الذات أو هذه الثقافة على نفسها فتنعزل بنفسها لأن في ذلك ما يحرمها من إمكانية اللقاء بالأخر هذا في مستوى الاشتغال على مهارة ثانية وهي المسلمة الظمنية لو نلتقل الآن إلى الاشتغال على النص النص يحتوي على ثلاثة أسألة الأسألة هذوما أسألة ثلاثة أسألة ثلاثة أسألة هذوما موزعين بمهارات مختلفة كل سؤال فيهم على زوز نقاط إذا كان نخو عدد متميز باعتبار أن الإجابة في الغالب هي إجابة موجودة في النص فالنجم نضمن لنفسي عدد متميز ولا عدد يخليني متوازن وعددا مريحا يكفيني مؤونة الطريق بعد ذلك لو نقرأ هذا النص مع بعضنا النص هو على الخصوصية والكونية وتحديدا هو على ثقافة الغرب النص لي فرانسيس فوكوياما يقول النص إن ثقافة الغرب قد تحولت منذ حقب طويلة ثم أفكار سنعمل على تسجيلها والمفاهيم سنعمل على تسجيلها ثم سنستجمعها بعد ذلك لنبحث من خلالها في بناء الأطرحة إن ثقافة الغرب إن ثقافة الغرب قد تحولت منذ حقب طويلة مش نأخذ كلمة ثقافة الغرب إلى ثقافة النموذجية حاشت بكلمة ثقافة نموذجية حيث تمكنت منذ عصر النهضة من عقلانتي ما للثقافة؟ هذه والثقافة عقلانية ومن القطع مع كل أنماط التفكير اللهوتي بالنسبة لكلمة اللهوتي المقصود بها الديني كلمة اللهوتي نقذ بها الديني وهذا المش يقوله هو بعد ذلك فقد نجحت وبامتياز في فصل مؤسسة الحكم عن الشأن الديني هذه الشروط قد أهلت ثقافة الغرب إلى احتلال مكانة متميزة ثقافة الغرب لها ثقافة هي ثقافة متميزة ولها مكانة متميزة بين كل الثقافات إن الثقافة الغرب تبدو ثقافة ناجحة كلمة ثقافة ناجحة وحركيا سجلها وقادرة على أن تصبح النموذج الذي يجب أن تحاكيه الثقافات الأخرى تحاكيه الثقافات الأخرى ثقافة عقلانية في جذورها وأهدافها ومقاسدها فليس من معنى لنهاية التاريخ إلا إذا فهمتها النهاية على أنها تحقق القيم والغايات والأهداف الإنسانية التي ناضلت من أجلها الإنسانية وهذه المقاسد التي يمكن لثقافة الغرب من غيرها أن تجسمها لو كانت ونأخل كلمات هذومة ونبني من خلالها موقف الكاتب ماذا نلاحظ؟ النجم نقول هكذا ثقافة الغرب هي ثقافة نموذجية عقلانية متميزة وناجحة تعمل على أن تحقق غايات وأهداف ومقاسد إنسانية تجسمها نعود تولي الأطروحة بهذا المعنى هي الآتية النجم نكتبها إذا ما أردنا لأنه نساني مش نحتاجها بعد ذلك أتولي هكا نحدد الأطروحة الأطروحة ماذا تقول؟ ثقافة الغرب ثقافة نموذجية وعقلانية متميزة وناجحة متميزة وناجحة تحقق المخاصد والأهداف الإنسانية هذه الأطروحة اللي يدفع عليها الفوكياما في هذا النص لو كانوا نخرجوا نقيض الأطروحة نحل قوسة على نقيض الأطروحة نقيض الأطروحة أنت نجم تكون موجودة في النص وفي الحالة هذه أنت مطالب بشيء تستخرجها من النص أما تنجم تكون أيضا مش موجودة في النص وإذا كان مش موجودة في النص في هذه الحالة أنت مطالب يجيبها من الدرس وإلا جيبها من عندك اللاحظة أن الأطروحة لو كان نزيد ثبت مع بعضنا في النص نلقاها أنها ليست موجودة في النص إذن إذا كان هي مش موجودة في النص لو نحاول معا أن نؤسس لأنفسنا هذه الأطروحة أش نجد؟ نجد نؤسس مع بعضنا نقيض الأطروحة نقيض الأطروحة هي هذه قرينها في الدرس وتحمل التصورها نقيض الأطروحة هي هذه ثقافة الغرب ثقافة نمطية نمطية معناها ثقافة واحدة تتكرر وتعيد نفسها لدى كل الشعوب ثقافة نمطية تعمل على تعمل على ممارسات الهيمنة العالمية تعمل على ممارسة الهيمنة العالمية على كل الثقافة الأخرى لو كانت نؤسسه مع بعضنا من خلال هذا نحاول نؤسسه إشكالية باستعمال ما يلزم من هذه الموقف أش نلقى؟ نجي هوني نحط M ونجي هوني نحط هل ونبدأ بنقيض الأطروحة واحد ونجي هوني نحط اثنين ونحاول نأسس الإشكالية فنلقاها سنصوغها بهذا الشكل النجم نبدأ بسؤال بسيط يقول مثلا كيف تتحدد كيف تتحدد ثقافة الغرب هل تتحدد بوصفها ثقافة نمطية تعمل على ممارسات الهيمنة الثقافية على كل الشعوب ولكل الثقافية أم بوصفها اللحظة مع بعضنا ها هو هل وها هي أم لسجنه أم بوصفها نعود النقل الأطروحة بوصفها ثقافة نموذجية وعقلانية متميزة وناجعة تحقق المقاصد والأهداف الإنساني والأهداف الإنساني هكذا نكون عملت إشكالية وأجبت على السؤال الأول نعود نخرج الأطروحة من نص نخرج نقيد الأطروحة إذا كان موجودة في النص إذا كان مش موجودة في النص نجيبها يا أمم الدرس وإلا نجيبها من عندي ثم بعد ذلك نسوغ سؤال بسيط في شكل صيغة أممية تنوبية أو تعاقبية أممية جاية من كلمة أم تعاقبية في معنى أنها تراوح بين موقفين النجم نبدأ بسؤال عام هذا السؤال العام يضع الموقف في إطاره ويحدد منزلاته نقول كيف تتحدد ثقافة الغرب هل تتحدد بوصفها ثقافة نماطية تعالوا على ممارسة الهيمنة الثقافية على كل الشعوب وهذه نقيد الأطروحة أم بوصفها أم بوصفها ثقافة نموذجية وعقلانية متميزة وناجحة وناجعة تحقق المقاصد والأهداف الإنسانية بهذا نقطة أجبنا عن السؤال الأول لو نحدد بعد ذلك الإجابة عن السؤال الثاني ما هو هذا السؤال يتعلق هذا السؤال بالمطلب التالي أحدد خصاص الثقافة الغربية حسب الكاتب أحدد عناصر الثقافة الغربية حسب الكاتب نعمل إذن على تحديد هذه الخصاص ماذا نجد من هذه الخصاص أولها أن الثقافة الغربية حسب النص وحسب فكوياما يعتبر أن هذه الثقافة ثقافة نموذجية ثم يعطي خاصية ثانية لهذه الثقافة أنها متميزة ثم يعطي خاصية ثالثة لهذه الثقافة وهي عقلية ثم يعطي صفة رابعة لهذه الثقافة وهي ناجحة ويعطي صفة خامسة لهذه الثقافة وهي حركية ويعطي صفة أخرى وإخيرة لهذه الثقافة فيعتبرها ثقافة لها قيم إنسانية تعمل هذه الثقافة على تجسيمها أنا مطالب باش الحدد خاصتي إذا كان أنا عندي خمسة مش لازم علي نحطهم الخمسة إذا كان قلي خاصيتين نعطيه زوز بار قلي شرطين نعطيه شرطين بار قلي ثلاثة شروط نعطيه ثلاثة شروط قلي خصائص ومحدد شعطي من ثين فما فوق قلي شرط واحد نعطيه شرط واحد مثلا ماش داعي أنه إذا كان عندي خمسة وانا مطالب عندي خمسة خصائص وانا نعرف لهما خمسة وهو طلب من ثين حطهم للخمسة عادي ضيع في وقت نختار من بين الخصائص هذه ما يمكنه أن أجيب عنه وما أجده نفسي قادرا على على الاشتغال عليه وهنا نحب نحل قوس صغير كي يبدأ عندي سؤال والإجابة متعه موجودة في النص أخي نقل الإجابة من النص وإلا نعبر عليها بطريقتي الإجابة مش نقدمها لك كالأتي لحقيقة النجم نعبر على الإجابة بطريقتي الخاصة ولكن وانا نعبر عليها بطريقتي الخاصة نستعمل أيضا المفاهيم التي تريدوه داخل نص معناها يلبس الواحد فينا الكاسكيت متع النص ويلبس صوت النص ورداء النص وإزاي الرسمي متع النص باش يحس الكورركتور أنك إنت قاعد تخدم على النص هذا مش جايب نص من عندك ولا جايب أفكار من الدرس وتلبس فيها للنص خاطر مش بالضرورة الأفكار اللي في الدرس تتماهى تتوافق ضرورة مع ما يوجد في النص بل إن الفلاسفة يختلفون وين فياش مش ممكن يختلفوا يختلفوا في طرق تعبيرهم عن أفكارهم النجم أنا نعبره بطريقة وفايلسوف آخر يعبره بطريقة أخرى وانا النجم نشوفش الفايلسوف هذا نشوف الفايلسوف الآخر ونعرف أن الطريقة هذه يتميز بها الفايلسوف هذا على الفايلسوف آخر ما لا في الإجابة على أسئلة النص نحاول نقرب لماكسيمون من أني نستعمل ألفاظ النص نستعمل مفاهيم النص نستعمل تعبير النص ففي ذلك ما يجعلني ملتزما بالإجابة على النص فهما وتأسيسا وبناءا وتركيبا وتنظيما وخطابا واضح؟ ما لا نعود نرجع للسؤال الآن وحددوا خصائص الثقافة الغربية حسب الكاتب حددنا خمسة أقل شي خمسة خصائص مش ناخدوا من هوين أزوزبرك النجم ناخد فكرة الثقافة الثقافة الغربية ثقافة الثقافة الغربية ثقافة عقلانية الثقافة الغربية نحدد بأنها ثقافة ثقافة عقلانية كيفاش نجاو الثقافة الغربية ثقافة عقلانية لأنها تقطع مع التفكير اللا عقل الثقافة الغربية ثقافة عقلانية تقطع مع التفكير اللا عقل وتقطع مع التفكير واللا علم تقطع مع التفكير اللا عقل واللا علم من بينها التفكير الدين ومع التفكير يسميه هو التفكير اللاهوتي هذه إجابة ممكن أعطيني خاصية أخرى الثقافة الإنسانية تجسم القيام الإنسانيين كأن المشروع الثقافي فكرة أخرى الثقافة الغربية تجسم مشروعا إنسانيا وقيميا يعبر عن القيام الإنسانيين يعبر عن القيام الإنسانيين هذه خاصية ثانية هذا فيما يخص السؤال الثاني الآن نحب نمشي المهارة أخر هذه المهارة تتعلق بيجيني سؤال ثالث في الغالب يقول لي ما وجهت القول وإلا إلى أي حد وإلا ما مدى يعطيني إقرار ولا موقف ولا قول مش حدته كيفاش نخدم موقف بهذه الطريقة ما وجهت القول إلى أي حد وما مدى هي تصورات هي الصيغ ما وجهت الإقرار وإلا إلى أي حد وإلا إلى أي مدى كل هذه الصياغ صياغ تبحث في حدود في حدود موقف وتعمل على مراجعة كيف يتم الاشتغال عليه سيتم الاشتغال عليه بهذه الطريقة سيتم الاشتغال عليه بهذه الطريقة أولا يتم تحليل الموقف تحليل الموقف بالدفاع عنه وإظهار مواضع قوتي إذن في القسم الأول أجاري هنا نجاري النص مجارات سنعمل على مجارات الموقف بتحليله نحلله نحلله مش لازم عليه أن نتوسع خطر هو سؤال جزء وفي الغالب هو السؤال الثالث متع النص خطر في السؤال الثالث في تاريخ البكالوريا بالنسبة لشعب العلمية إما أن يكون سؤال يشتغل على الرهان وإما سؤال يشتغل على النقد بهذه الطريقة السؤال الذي يشتغل على النقد هو هذا الذي سنشتغل عليه الآن نجاري الموقف ونعمل على تحليله وإظهار مواضع قوته والدفاع عنه وفي نقطة أخرى نعمل على هنا نقد الموقف نقد الموقف في معنى مراجعة الموقف نراجعه وتصحيحه إن لازم الأمر أو وتصحيحه وتعديله إذن عندي لاحظتين ماذا؟ طوى مش مش نملاحظين في مجارة الموقف نحن مع مع أنا مع الموقف وفي النصف القسم الثاني نحن ضد كيف ممكن ننتقل من موقف كنت نحلل فيه ونحدد في مواضع قوته إلى موقف آخر نصحه ونراجه النجم يتم هذا من خلال جملة بهذه طريقة الجملة هي الآتية ومع ذلك ومع ذلك لنا أن نرتاب ومع ذلك لنا أن نرتاب في مثل هذا الموقف بمراجعته والبحث في نقاط إسه وتنسيبه جملة كيف هذه أو تشبه هذه وفي الغالب لساذ ذمتعنا في القسم عاونونا بشكل من الأشكال من خلال الدرس على هذا ما كيف يقول الكنكتور الترانزيسيون أدوات الربط التي تنقلنا من موقف إلى موقف آخر قد يكون مخالفا له هذه الروابط المنطقية تساعدنا لتطور من عملنا كيف يمكن الآن هذا تصور النظري إيجا نفعلوه ونطبقوه ما هو السؤال السؤال هو هذا ما وجهته الإقرار بأن ثقافة الغرب ثقافة نموذجية النجم نقدم الإجابة بهذه الطريقة في القسم الأول منها آهوكا مش نشوفه حتى الهونية وين حتى الهونية مش يكون عندي مجارات آهو من هونية من لول حتى الهونية مش يكون عندي مجارات الموقف اللي هو الموقف اللي يقولنا مش نحللوه بعدها مش يكون عندي الموقف ونحن نعيد مراجعته الموقف ونحن نعيد مراجعته وهونية هذا التصور قلنا هو التصور هذا هي الفكرة الصيغة التعبيرية التي بإمكانها الصيغة التعبيرية ونجم حتى نحفظوها للبعض من أولداتنا بنوتاتنا هذا يساعدني مش يكلفني حتى شيء هذا ومع ذلك لنا أن نرتاب في مثل هذا الموقف بمراجعته وتنسيبي مزاعمه على الأقل ونمر إلى تنسيبه الإجابة مش يكون بهذه الطريقة إذا ما كانت ثقافة الغرب ثقافة نموذجية ففي ذلك ما يؤكد أنها تمتلك من عناصر قوة داخلها ما تحولها إلى الثقافة المرجع في إطار ما تحقق لهذه الثقافة من مكاسب هيئتها أن تتباهى بإنجازاتها مقارنة بغيرها من الشعوب الأخرى بل إن الغربيين وهم يتفخرون بإنجازات الغرب يعتبرون أن ما حققته ثقافتهم أن ما حققته ثقافتهم أسطورة بالمعنى الحضاري ومع ذلك دونك الآن هذه الصيغة التعبيرية التي ستنقلنا ومع ذلك لنا أن نرتاب في مثل هذا الموقف بمراجعته وتنسيب مزاعمه على الأقل إذا ما نظرنا إليها من جهة مخاطرها دونك سنبحث في تنسيب هذا الموقف من جهتي ما تكرسه من مخاطرة هذه المخاطر هي مخاطر على الثقافة الغربية ذاتها أو مخاطر على الشعوب الأخرى ومن بعد أنا مكتبت وإنما حولتها الشماء في مستوى مخاطر الثقافة في مستوى مخاطر الثقافة الغربية قلنا سنبحث فيها من جهتين مخاطر الثقافة الغربية من جهتي خطرها على الثقافة الغربية ذات مع أنها الثقافة الغربية أضرت بنفسها ومن جهة ثانية مخاطر هكا تولي هكا هونية واحد هونية اثنين تقول إشقاعة تعمل نقول لك أنا راني شعبة علمية الشعبة العلمية أهم صفة فيها تميزها هو القدرة على التنظيم القدرة على الاستدلال قادر بش يعمل ارجمونتاسيون وارجمونتاسيون قوية وقادر أيضا بش ينظم الأفكار متاعه من كان لا يحسن الاستدلال من كان لا يحسن التنظيم فإنه لا مكان له في شعبة العلمية ما لا أنت دورك ومهمتك وهذا العقل العلمي الذي تفكر به هذا العقل العلمي الذي تفكر به ومن خلاله مطالب بأن يؤسس هذين التصورين تستدل على الفكرة تحسن الاستدلال عليه ولكن من جهة أخرى تحسن أيضا تنظيم هذه الأفكار من جهات مختلفة من مستويات مختلفة سننظر إلى مخاطر الثقافة الغربية من جهتين حينما نقول الثقافة الغربية هي الثقافة التي تروج لها العالمة من جهتين من جهة مخاطر الثقافة الغربية على الثقافة الغربية ذاتها ومخاطر الثقافة الغربية على غيرها من الثقافات الأخرى في مستوى مخاطر الثقافة الغربية على الثقافة الغربية ذاتها نجد أن هذه الثقافة تمارس نوع من المفاضلة الثقافية وقل لي رأني أنا ثقافة نموذجية إذا كان أنت ثقافة نموذجية فأنت تفاضل نفسك تغطر بما أسسته من جهة ثانية الثقافة الغربية حينما تتحول إلى ثقافة واحدة تتعمم على كل شعوب فإنها بذلك تشوه ثقافتها تفقد خصوصيتها التي تتميز بها إن الثقافة أيًا كانت هذه الثقافة إذا ما تعممت فقدت خصوصيتها هذا في مستوى مخاطر الثقافة الغربية على الثقافة الغربية طوى في مستوى مخاطر الثقافة الغربية على غيرها من الثقافات الأخرى التي تكون في علاقة معها تكرس الثقافة الغربية النمطية ماذا نقصد بالنمطية؟ النمطية المقصود بها أنها تريد أن تكون ثقافة واحدة لكل شعوب العالم تريد من كل ثقافات العالم أن تحاكي الثقافة الغربية كثقافة واحدة معناها الغرب يحبنا يحبنا نلبسوا كيفه ونتكلموا كيفه ونيأكلوا كيفه ونحجموا كيفه ونرخدوا كيفه ونتفرهدوا كيفه ونحوسوا كيفه كل هذا يخلي من ثقافة واحدة مقابل إلغاء الثقافات الأخرى معناها وكان نقوله كان هو الخبز الأبن تقولي البيزا هاو عندك المطبقة علش المطبقة مش من حقها أيضا باش تكون ثقافة عالمية حقها وهاي يقوله أخرى حقها أما القوة وين أن الثقافة الغربية تمارس شكل من أشكال هيمنة ثقافية على الثقافات الأخرى الحد أنه ولينا نتصوره أن البيزا أبن من كل الأكلات الجاهزة مقارنة بغير في حين أنه كل شعوب عندها الباتة ذيكة وتجب تأسس منها وكل مختلفة غذاء مختلف واضح؟ الحاجة الثانية وقت تقولي أنت الثقافة الغربية ثقافة نموذجية أنت هكذا رأتني فيه ما لا أنت مهمتك أنك تزرع الكراهية والحقد بين شعوب ولا أنك تقرر بشعوب مش قلتنا قبيلة هذه الثقافة الغربية هي ثقافة تزعم لنفسها أو هي تحاول أن تجسم التقارب بين مختلف الثقافات هي تحاول أن تؤسس قيم إنسانية تجتمع البشرية عليه ما بال هذه الثقافة التي تدعي لنفسها أنها ستقرب البشر وأنها ستزرع قيم كونية وإنسانية واحدة لا تفعل في الحقيقة إلا أنها تزرع الكراهية والحقد بين شعوب لا تفعل إلا أنها تراكم من الحقد بين الشعوب هذا ما حاولنا أن ننجزه مع بعضنا في معنى التذكر لأن البعض منكم قد يعرفوا هذه المهارات وقد سبق له الاشتغال عليها في القسم وقد مارس العديد من الامتحانات التي اختبر في شأنها ولكن مع ذلك فإننا نذكر بالبعض منها فإن كان لنا ثواب التذكر فذلك يكفينا هذا ما كان منا وخبر الآخرين عننا نلتقي دائما على هذه المنصة لليسينة تابعونا فنحن الخادمون الأمناء لكم نلتقي على نجاح نلتقي على صوت يبشر بأننا قد تفوقنا ألتقيكم وأنتم متفوقون تابعوناك شكرا شكرا